نقشت لجنة حقوق الطفل التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في مقر المفوضية في جناف تقرير سلطنة عمان الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم للمفوضية بموجب انضمام سلطنة عمان لاتفاقية حقوق الطفل وأكدت سلطنة عمان أمام اللجنة الأممية تعزيزها لمنظومة حماية الطفل في مختلف القطاعات الخدماتية والتعليمية والصحية نسعد حقيقا بما وصلنا إليه من إنقاذات كبيرة في هذا القانب وبما يحظى فيه الأطفال في السلطنة من رعاية وخدمات اجتماعية وصحية وتعليمية وغيرها من الخدمات بشكل ممتاز جدا وأيضا تطلع إلى وجود مزيد من هذه الامتيازات ومن هذه الحوافز التي تقدم في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها السلطنة في الوقت الحالي والتي بلا شك راح يكون لها دور فاعل في تقديم المزيد من الرعاية والحماية للطفولة في السلطنة اللجنة الأممية أشادت بظروف حياة الأطفال في سلطنة عمان بشكل يؤهلها لتكون دولة صديقة للطفل كانت هناك شهادات دولية بعمان وأنها صديقة لتفقية حق الطفل واليوم هو برهان آخر أن عمان تمضي في الاتجاه الصحيح وهناك أيضا جهود تبدل إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مجال حقوق الإنسان وعمان تسعى إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعنى بحقوق الطفل وتراعى أهداف التنمية المستدامة 20-30 سلطنة عمان أولت اهتماما بالغا بشأن حماية الطفل ورعاية حقوقه أول هذه القوانين هو قانون الطفل العماني الذي راعى كافة الحقوق منها الحقوق المدنية والحقوق الثقافية والحقوق الاجتماعية والحقوق الصحية وكذلك نص صراحة على التتابير والآليات التي تحمي الطفل وأوجد عقوبات مغلظة لكافة الجرائم التي ترتكب بحق هذا الطفل وفد سلطنة عمان ضم ممثلين عن وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم والعدل والشؤون القانونية والادعاء العام واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة والمجتمع المدني إضافة لمشاركين من البعثة الدائمة لسلطنة عمان في جنف تطمح رؤية 20-40 لتحقيق التنمية في مختلف المجالات في سلطنة عمان ومن بينها زيادة في البرامج الموجهة لحماية الأسرة والطفل يوكبها تطوير في التشريعات والقوانين المعززة لها دينا أبي صعب جنب تلفزيون سلطنة عمان